وقبل ما اقول في تاريخ مصر اقول في تاريخ العالم حصل ايه وحنحاول نستخدم انا عارف طبعا كل جمهورك واعي لكن في بعض الكلمات هنحاول نبساطها جدا عشان كلمة تضخم ليها عند الاقتصادين معنا وليها عند سياسيين معنا وكل واحد ليه معنا فهنحاول نبساطها لمشاهد تضخم هو الارتفاع السعر من سنة لسنة ودائما بيقاص على ما يسمى سلة السلع الغذائية والخدمات الاساسية الدول اللي احنا كلنا يعني بنبص عليها زي امريكا وزي اوروبا وزي الدول اللي هي المستقرة جدا اقتصاديا كانت دائما متوسطات تضخم فيها ليرتفاع الاسعار كان بيتروح من واحد لواحد ونصف في المية في اسوأ تقدير كان ما يوصل اثنين للا ربع في المية ده لما كان اي حد زي حضرتك او اي حد مسادة مشاهديني سافر يقولك انا ما بحسش لما روح امريكا او روح اوروبا الاسعار بتتغير كتير من سنة لسنة عشان هم محافظين على نسبة تضخم وعشان يحافظوا على نسبة تضخم مسألة لها اجراءات اقتصادية كتير كدول مش نامية ومفهوم كلمة دول نامية يعني بتنمو طالما بتنمو زي الزرعة كده بلازم تكون بتسقي وبتحط تصرف صح فدي مفهوم الدولة النامي احنا كدولة قبل ما يحصل ازمة كورونا قبل ما تحصل الازمة الروسية الاوكرانية كنا حفظنا على متوسط او خفضنا متوسط التضخم او معدل تضخم حوالي 8-9% خفضنا جات ازمة اوكرانيا طالما بنتكلم عن العالم فهنربط العالم بمصر طبو وهجاوب اسئلة قد تبدو معلش بالنسبة للسادة المشاهدين المثقفين جدا يعني يتصورنا معلومات بديهية انا بقولها ليه بس احنا نتكلم عن الناس الموطن العادي عايزين نتكلم عن الناس كلها طبعا لما نيجي نشوف ان نسبة معدلات التضخم ان ما كنتش بتتجاوز واحد واحد ونص في المية في الدول دي من اليوم النهاردة تمانية وتسعة من عشر يعني تضعفت سبع مية وشوية في المية سيبك من واحد ونص لتمانية وتسعة احنا بنتكلم ان هي على مدار اربعين سنة او خمسين سنة كان بيحافظوا عن نسبة دي فبس في اتنين وعشرين ترتفع النسبة دي المتوسط حولي تمن ومية في المية طيب المشهد ايه وطبعا في ناس هتقول ليه يعني تحس تقول ان احنا احسن من برة اه احنا احسن اه احسن احسن ليه برة المواطن داخله مرتفع اكيد اكتر من داخلنا انا واحد من الناس لو استداخلي بالدولار ابقى مجرد كالناس في الشارع احسن احسن ايه الحقيقة كيف